تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب دشنت المؤسسة الملكية العمال الإنسانية بشراكة مع وزارة التربية والتعليم النسخة الثانية من مسابقة مبادرات إنسانية لعام 2023 والخاصة بطلبة المرحلة الثانوية من طلبة المدارس الحكومية والخاصة يأتي تنفيذ النسخة الثانية من هذه المسابقة امتدادا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والسعيد لتشجيع الطلبة على الإبداع وابتكار الأفكار التطوعية الجديدة وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور محمد بن بارك جمعة وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بالشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في هذه المسابقة التي تعكس ما يليه سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة من اهتمام وحرص وتقدير للمبادرات الشبابية الخلاقة وإتاحة المجال لتنفيذها على أرض الواقع من منطلق تشجيعه الدائم للشباب وثقة في أفكارهم ورؤاهم مؤكدا حرص الوزارة على نجاح المسابقة وتوجيه جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بالمملكة لتوجيه طلبتها المبدعين على الاشتراك بها من جانبه بينا سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن رعاية سمو شيخ ناصر بن حمد لهذه المسابقة تأتي انطلاقا من حرص سموه على تشجيع الابتكار والإبداع للمشروعات الخيرية الإنسانية التطوعية الجديدة التي تصب في صالح العمل الإنساني وخدمة الوطن العزيز في شتى المجالات وهذا ما دفع المؤسسة للشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المسابقة هذا العام وفقا لمنظور سموه بالاهتمام بالشباب وتقديرهم وتشجيعهم على عمل الخير وإبراز المساهمات التطوعية في المدارس حيث تهدف المسابقة إلى إشراك طالبة المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة في ابتكار أفكار جديدة لمبادرات إنسانية متنوعة تساهم في تحقيق قيم التكاتف والتعاون مع جميع فئات المجتمع إضافة إلى تشجيع الطلبة على الإسهام في تقديم المبادرة الإبداعية الملهمة في عمل الخير التي تعزز من مكانة العمل الخيري والإنساني في مملكات البحرين ترجمة نانسي قنقر